الناس اللي عايزة تخس ومقاومة الانسولي ما تتأثرش ياريت كلنا نطلع ورقة وقلم وهنكتب كده ثلاث نصايح ممتازة اولا الاكل عند الشعور بالجوع مش عايز واحد عمال يأكل يلاقي اكله قدامه هو شبعان ويأكل يقولك يا عمو جبر الزاد لا الكلام ده غلط نحن قوم لا نأكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع ما نوصلش لدرجة الشبع سهلا ما ملأ ابن ادم معاقن شرا من بطن طيب اول حاجة ما كلش غلما جوع طب تاني حاجة وذلك بنقول افضل طعام طعام الصائمين ليه بيبقى جعاد الجسم محتاج فيبدأ يأكل نمرة اتنين اختيار الاطعمة اللي تشعر بالشبع ده يعني ايه عايز اخد حاجة فيها قلياف تشبعني يعني اكل كده حزم الجرجير اكل راس فجل طبق صلطة كبير كل ده يشعرني بالشبع ده لو عايز بقى اخسس ونزل الكرش عدم تفويت الوجبات كتير دلوقتي من الشباب والشبات خصوصا احنا في اجازة ولسه ما بدأناش الدراسة يروح ايه يفوت وجبة الفطار انه نايم ينام يصح على الساعة واحدة اتنين ونايم بقى ايه بعد الفاجر يصحى اتنين كده تلاتة اولا كلحق الظهر قبل العصر ويبقى فوت الفطار ويتغدى مع الفطار غدوة فيها فطار وغدى مع بعض الفطار والغدى مع بعض فوت وجبة تفوت الوجبة الجسم يعمل ايه الجسم زكي فاكر ان فيه مجاعة يعني هو الواحد هو انام هو مش فاخد بقى انك نام والله صاح فيبدأ اي اكل تاكله يبدأ يخزب منه يقولك انا خاف لا اعف المشكلة دي من تاني وكمية الاكل بعد الوجبة اللي انا فوتها بتبقى اسمها وجبة يعني ضابل وجبة مركبه وجبة فيها كمية فلاحد يأكل ما ياكل كتير يتعب يحس انه بينهج وما أكل كتير الهضم يتقص وما أكل كتير الجسم يبدأ يخزن يقولك لا ده فيه بقى اكل كتير مش هيلحق يتحرق يبقى عدم تفويت الوجبات طب واحد يقول ايه طوانا يا دكتور بالليل ما بحس اني مش جعان انا خلاص اتغديت الساعة اربعة كده و اقوله لا تاكل حاجة ولو تاكن بسيطة جدا يعني ممكن تاخد كوباية زبادي عليها معلقة رضة و معلقة عسل عشان حتى لو عندك امساك يروح كده وبس اه خد تفاح ماشي اخد حتة فاكة كويس كوباية لبل تمام الكلام ده بنعتبره وجبة ما يجيش واحد يقولك و ده وجبة اه ده وجبة ما يدين له قائمات اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال بحسب ابن ادم له قائمات يبقى كده ما فوتناش وجبة عشان ما نحملش على وجبة اخر